احنا حنبقى اسبوعيا بنراقب وحيبقى اسبوعيا بنطلع ونقول ايه ممكن الاجراءات اللي ممكن نخدها سواء بناء على التطورات اللي بتحصل سواء ان احنا ممكن نسمح ببعض الخدمات الاخرى انها تعود او لقدر الله لقينا الظروف في احتياج لاتخاذ اجراءات اكثر شدة هنتحرك فيها ولكن انا بقولها احنا بنتحرك كحكومة باسس علمية واضحة بنشوف المعطيات اللي قدامنا بنستمع لاراء الخبراء المتخصصين الاطباء والخبراء العالميين الدول الاخرى اللي بيتحرك فيها وبنحصل ايه احنا معطياتنا على الارض وظروف التجربة المصرية بتاعتنا ايه وظروف الشخصية المصرية ايه وبنعمل كل ما يعني نكتهد بنخرج بالقرارات المتوازنة اللي زي ما بقول لحضركم دائما احنا حطين نص بعيوننا هي صحة المواطن المصري والحفاظ على صحته وسلامته في خلال المرحلة القادمة باذن الله فيمكن كل هذه النقاط انا كنت حابب ان انا احطها قدام حضراتكم احنا طبعا بندرس ايضا